هذا وأكدت وزارة الصحة أنها تتابع آلية تنفيذ القرار الخاص بنقل الفحص الطبي للعمالة الوافدة إلى القطاع الخاص وذلك مع الجهات المعنية والمتمثلة بهيئة تنظيم سوق العمل وهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية وهيئة الحكومة الإلكترونية وقالت الوزارة أنه على ضوء القرار رقم 30 بشأن تنظيم الفحص الطبي للوافدين سوف تنقل الخدمة بشكل كامل إلى القطاع الخاص عن طريق الرقابة والترخيص من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وسوف يتم استحداث فئتين من مزودي الخدمة في القطاع الخاص فئة الخدمة الاعتيادية والتي يلتزم فيها مزود الخدمة بالطاقة الاستيعابية المحددة حسب تصريح الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات مقابل سعر ثابت ومحدد مسبقا يدفعها صاحب العمل لمزود الخدمة مباشرة أما الفئة الثانية هي فئة الخدمة المميزة والتي يترك فيها تحديد قيمة الفحص الطبي والطاقة الاستيعابية لمزود الخدمة يذكر أن وزارة الصحة قد وضعت المشروع بهدف تطوير وتسهيل إجراءات أصحاب العمل لاستقدام العمال وتقليل فترة انتظار موعد الفحص الطبي من ثلاثة أشهر إلى أسبوع واحد فقط من وصول الوافد إلى المملكة وتقليل فترة جهوزية نتائج الفحص الطبي من شهر إلى أسبوع واحد فقط من تاريخ الفحص وسرعة اكتشاف الأمراض المعدية التي قد تهدد الأمن الصحي للمملكة وإجراء جميع المعاملات والخدمات عبر بوابة الحكومة الإلكترونية وسيمثل مركز الرازي الصحي التابع لوزارة الصحة الجهة الرقابية خلال الفترة التي سيطبق فيها المشروع